تما كانت عناصر المنطقة الإقليمية للأمن بالنظر خلال الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثة التعمل يوم العشرين من نومبر من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في توروتهم في قضية وتعلق بالاختطاف والاحتجاز وطلب فيديا وذكر بلاغ للموديل العمل الأمن الوطني أن المعطاية الأولية للبحث تشير إلى توصل مصالح الأمن بشكاية من أحد الأشخاص حول ترقيه طلب فيديا مقدرها عشرين ألف درهم من قبل المشتبه فيهم الذين عرضوا شقيقه للاختطاف والاحتجاز قبل أن تتماكن الأبحاث الميدانية التي أقبت فرارة ضحية من مختلفه من توقيف اثنين من المشتبه فيهم أولا ثم توقيف البقية على مدن سيارة لا تتوفر على أي وثائق ثبوتية ترجمة نانسي قنقر